معنا من لندن الكاتب الصحفي سيد أحمد أبو دوح أهلا بك سيد أحمد إذن سيد أحمد بالنسبة لسمعة قطر بالنسبة لمصداقية قطر في المسأة الاقتصادية والعسكرية أصبحت متخلخلة ليس في هذه القضية بل في قضايا أخرى كثيرة ما مستوى هذه المخاوف هذه المرة من الجانب البريطاني في عدم سداد قطر لربما مستحقات الطائرات العسكرية هذه إلى أي مستوى وصلت هذه الأمور يعني لم نكن نعرف في السابق أن المخاوف البريطانية وصلت إلى هذا الحد لكن هذه الوثيقة التي كشف عنها بالصدفة أوضحت أن ما يقال في اللقاءات الدبلوماسية وتصريحات زراء الخارجية ليس صحيحا على الإطلاق بل الواقع يقول عكس ذلك تماما أتصور أن الوثيقة تقول بالتحديد أن الوضع ما قبل المقاطعة في يونيو 2017 ليس هو نفس الوضع ما بعد المقاطعة بمعنى أن بريطانيا كانت تستطيع في السابق أن تتبنى مخاطرة في عقد صفقاتها مع قطر على سبيل أن لا أحد كان يتصور إطلاقا أن الاقتصاد القطري من الممكن أن يتأثر على المدى حتى البعيد لكن المقاطعة على ما يبدو تركت قناعة لدى الغرب بشكل خاص أن هذه المقاطرة غير المحسوبة لم تعد ممكنة اليوم ثانيا الغرب يعرف التأثيرات الاقتصادية التي تفضلتم بذكرها في التقرير ويعرف أيضا أزمة التجارة يعني الطرق الإمدادات والرسوم العالية على النقل وكل هذه الأمور فيها التجارة أثرت كثيرا على قطر ثانيا أن الاستثمار في قطر صار باتجاه واحد بمعنى أن نسمع كل الأموال القطرية خصوصا صندوق السيادي تذهب إلى الخارج لكن لا يوجد استثمارات أجنبية وافدة إلى قطر رابعا هذه أهم نقطة باعتقادي أن الدول الغربية تفهم أن المخرجين الرئيسيين في الحلقة الديقة الاقتصادية لقطر أصبح مغلقين أنا هنا أتحدث عن إيران وتركيا بشكل خاص بمعنى أن الدولتين تواجهان عقوبات أمريكية خصوصا إيران غير مسبوقة ويعني لا تستطيعان أن تبقي اقتصادهما على السطح من دون أن يغرق وبالتالي قطر اليوم باتت في مأزق كبير من الناحية الاقتصادية من الناحية الجيوسياسية وأيضا في علاقاتها الخارجية طيب سيد أحمد اليوم المجتمع البريطاني ربما الاقتصاد البريطاني هو يمر أيضا ببعض المطبات الخطيرة منها الاعدادات في بريكسيت منها الخروج من الاتحاد الأوروبي وما شابه إذا لم تستطع قطر فعليا دفع هذه المستحقات ماذا يمكن أن يحدث في الاقتصاد البريطاني هل هناك خطة باء وضعت؟ أعتقد بالطبع الحكومة البريطانية عندما وقعت هذه الصفقة كانت تفهم جيدا أن قطر في وضع صعب هذه الصفقة وقعت العام الماضي بعد مباشرة المقاطعة وبالتالي وزير الدفاع جافن ويليامسون الذي صرح ساعتها أن هذه صفقة مهمة بالنسبة للصناعات العسكرية البريطانية وأنها توفر فرص عمل للشباب البريطانيين أخطأ كثيرا عندما اتخذ أو تبنى هذه المخاطرة وبالتالي أعتقد أن بالطبع الحكومة البريطانية يجب عليها أن تضع خطة باء بالنظر إلى الأوضاع التي أشرت حضرتك إليها الأوضاع غير المستقرة في مستقبل الاقتصاد البريطاني ومستقبل الوضع السياسي البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يوجد بديل آخر أمام الحكومة البريطانية سوى أن تتخذ إجراءات احتياطية ومن ثم تتجنب خسارة الربع صندوق المخاطر في صفقة واحدة مع قطر من الممكن أن لا تلبي قطر الاحتياجات أو الالتزامات الموقع عليها فيها طيب سيد أحمد كما تعرف قطر الآن توقع اتفاقيات كثيرة أو توظف الأموال بشكل سياسي يعني عندما تستثمر في بلد تريد دعم هذا البلد شراء المواقف ما شابه خصوصا في ظل المقاطعة العربية لها وطبعا دعمها المنظمات الإرهابية إذا كان هذا الاستثمار خطأا إذا لم تستطع قطر فعليا الوفاء بهذه الأموال ماذا يمكن أن يحدث لمواقف هذه الدول التي كانت تشترى بالاستثمارات أو بالأموال حتى المسألة هنا واضحة تماما يعني دعنا نكون صرحاء كثير من الدول الكبرى خصوصا الغرب رأى في المقاطعة الخليجية لقطر فرصة وفرصة تملك قطر يعني يتم حل بقطر اقتصاديا قطر فهمت هذه المعادلة وهي لم تتأخر في تلبية احتياجات هذه الدول بمعنى أن قبل المقاطعة كنا نجد استثمارات قطرية كثيرة توزع بطريقة ستيدي طريقة سابتة وموزعة بشكل جغرافي في أفريقيا في ماليزيا في أندونيسيا وحتى في أوروبا والولايات المتحدة منذ المقاطعة الاستثمارات القطرية لو لاحظت معي تركز بشكل رئيسي على الدول الكبرى فقط في ألمانيا في فرنسا في بريطانيا في الصين في روسيا وفي الولايات المتحدة بالطبع وبالتالي هي تعلم جيدا أن السلاح الوحيد الذي بات في حوزتها اليوم هو المال هو الاستثمارات سواء عبر الصفقات التسليح أو عبر الاستثمارات المباشرة كما أعلن المسؤولون القطريون قبل أيام من أن قطر مستعدة أن تستثمر مليارات الدولارات في ألمانيا ونحن نعرف ما هو موقف ألمانيا من المقاطعة وبالتالي مفهوم جيدا ما تقوم به قطر ثانيا هناك مسألة كبيرة وكروشل حساسة جدا في أسياسة الخارجية القطرية وهي عدم رمي البيض في سلة الغرب فقط بمعنى أننا نشهد اليوم مثلا بمشاورات قطرية مع الروس لشراء منظومة الدفاع الصاروخي S-400 وشهدنا قبل ذلك شراء قطر لمنظومة الصوريخ الباليستية قصيرة المدى S-Y-400 من الصين وهذا له سببين رئيسيين السبب الأول هو أن قطر تخشى من تقلب حاد في المزاج الأمريكي تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب لأنها تعرف أن موقف دونالد ترامب الشخصي يعني بغض النظر عن موقف المؤسسات هو ضد جماعة الإخوان المسلمين ضد سياسة قطر في دعم الإرهاب والعناصر المتشددة الأخرى في المنطقة وبالتالي من الممكن هذا الموقف أن يتحول بين ليلة وضحاها ضد قطر بشكل حاسم وبالتالي هي تستثمر كثيرا في شركات العلاقات العامة مثلا في الولايات المتحدة لذلك تريد أن تنوع مصادر السلاح لأنها تخشى من هذه اللحظة التي من الممكن أن تقف أو تتوقف فيها الولايات المتحدة عن أن تكون المصدر الرئيسي للسلاح القطري ثانيا كما تفضلت حضرتك هي ترى في صفقات التسليح بشكل خاص شراء للمواقف يعني الاستثمارات القطرية بعيدة المدى يعني عندما أعلن مثلا أمير قطر استثمار 15 مليار دولار لتركيا كلنا نعلم أنها كانت خدعة لأن هذه الاستثمارات لن تحصل بين ليلة وضحاها ولن تؤثر على الاقتصاد التركي بشكل فوري نفس الشيء يتم تطبيقه هنا في بريطانيا مثلا وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي دول أخرى لذلك تريد أن تلجأ إلى صفقات التأثير السريع على هذه الاقتصادات وهو صفقات التسليح إذا لم تمتلك الملاء المالية التي تمكنها من سداد التزاماتها فأنا أتصور أن هذه هي نهاية محاولات قطر الإظهار المرونة والمناورة في الأزمة الخليجية بشكل خاص بمعنى أن هذه الدول صابرة على قطر إلى الآن وهي تعلم أن الإمارات والسعودية خصوصا على سبيل المثال أسهمهم أعلى كثيرا في الغرب ليس فقط لحجم الدولتين وحجم الاستثمارات وأهمية الدولتين الاستراتيجية ولكن أيضا لمواقف الدولتين من إيران بشكل خاص وهنا نحن نتحدث عن النقف في مفرق تاريخي كبير في علاقة إيران بالغرب لكن قطر على الجانب المقابل تقف مع تركيا المغضوب عليها أمريكيا تدعم إيران التي تواجه عقوبات غير مسبوقة من قبل الإدارة الأمريكية وبالتالي هي تعلم أنها تثير حساسية كبيرة في واشنطن لكنها تعلم أيضا الحدود التي تستطيع أن تذهب إليها في إثارة هذه الحساسية طيب سيد أحمد بريطانيا دولة مليئة بالتناقضات وهو حال الغرب يعني هناك مسألة مكافحة الإرهاب هناك رعاية للتنظيمات الإرهابية منها الإخوان المسلمين وبعض المتشددين هي تعمل مع قطر مع علمها بدعمها لمنظمات الإرهابية وممكن تسليح وممكن أمور أخرى لكن هنا أريد أن أسألك يعني بعيدا عن فكر الدولة وفكر الحكومة والجانب السياسي الشارع البريطاني الإعلام البريطاني كيف يتحدث عن قطر ما طبيعة السمعة الآن مستوى السمعة أو المصداقية الموجودة يعني كيف يتم الحديث عنها شوف يعني قطر لا تنسى أنها تستثمر في لندن وحدها أربعين مليار جنيه سترليني وهنا عندما يتم الحديث عن النفوذ القطري تأتي هذا البند رقم واحد في أي نقاش يتم طرحه على الطاولة أنا يعني مستشار في يعني كيانات معينة في حزب المحافظين وفي البرلمان البريطاني وبناء على ذلك أحضر جلسات يحضرها يعني سياسيون ووزراء بريطانيون كثر وتطرح هذه المسألة يعني من وقت إلى آخر خصوصا بعد على سبيل المثال زيارة انتهاء زيارة الشيخ تميم بن حمد إلى لندن الفترة الماضية أتصور أن الشارع البريطاني يفكر بشكل مختلف يعني الشارع البريطاني تساءل هل صحيح قطر تدعم الإرهاب؟ هل صحيح أننا أمام تحالف بين حكومتنا التي ندفع لها من أموالنا الضرائب كي تقوم في صرفها في سبل تعاون مع أكبر دولة تتهمها دول شقيقة لها وجارة لها بأنها تدعم الإرهاب هذا التساؤل الآن أصبح حقيقة أصبح واقع يعني في السابق كان هناك موجة عدم تصديق كبيرة لأننا يعني لم نسمع هذه الاتهامات في العالم من قبل اليوم صارت أمر واقع في أشارة البريطانية سيد أحمد وصلت الفكرة صارت أمر واقع في الصحافة البريطانية يعني للأسف لم يعد لدي مزيد من الوقت أشكرك معنا من لندن الكاتب الصحفي سيد أحمد أبو دوح شكرا على جميع الأفكار شكرا 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 للمشاهدة شكرا للمشاهدة